موسيقى تعملينه ده؟ كان لازم تاخد الإذن الأول قبل ما تخطي جغل البلد وانت يا ست نعيمة طالما نزلت البلد كان لازم تزورينا ولا إيه؟ ولا احنا خلاص ما عدناش على بالك وحجك اللي كنت هتموت عليه وجاي عشانه خلاص ما عدنش يهمك والله يا حسن كنت عايز أزورك بس مشغوليات بقى حرام اللي يحلف بالله كذب يتشوف نار جهنم أنا مش هفوت اللي انت عملته ده يا حسن نجلك إن عايزك تفوته بالعكس ده أنا عايز الدنيا تسخن زي الجيم اللي بنلعب أنا وانت كل ما تكون الدنيا سخنة كل ما اللي أبي حلوه أنا أنا مش فاهم إنت هتستفيد إيه من اللي إنت بتعمله ده ولا حاجة كل الموضوع إني عايز أعرفك حجمك لأن الديت إنت النفس الجيمة أكتر من اللازم وبعد كده لما تقصت خط جوه البلد تستأذي تفاهم؟ تفاهم؟ خدوه ناخدو إيه هدا فين؟ يوعا بحشتين يا مرتبوش ونوع ضييفي عندي يومي طيب مني يا أبو علي عملته إيه؟ لا 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 بالراحة ليه شوية لا ما تعلقهوش أنا عايز أعرف حجمه مش أكتر واحدة واحدة ماشي يا حبيبي أشوف الكرة مع السلامة يا أبو علي نرغب أحسن أشحها أبو علي أفضل عمالة بس تغيلي بيتي وجوزي ومصدعاني بكلام كبير كده مالوش اي تلاتة لازمة وفي الاخر سايبة بيتك وعدالي هنا انت كنت سألت علي ولا عبرتني طب يلا نمشي من هنا يلا لا انا هبايت هنا النهاردة ليه بقى ان شاء الله؟ من غير ليه؟ اكده؟ عندي اكتئاب ما عايزاش اشوف حال ماشي يا شمس بس خليكي فاكرة ان انت اللي بتجيب الهم والغم والنكد كله صدق انا ما شفتش نكد في حياتي غير لما تجوزتك اه والله انت مفيش فايدة فيك على فكرة مفيش حاجة عيدلة تعمليها غير لما لازم في الاخر تفتميها بغباوة نفسي مرة شوفلك حاجة كويسة انت عامل زي الجطط تاكل وتنكر ما قولك ايه؟ امشي روح لمروان تقعد تحت رجله من النجمة لحسن يرميك في الشارع ومتلاقيش تاكل يا مسكين برافو لا حقي برافو والله وطلع لك سوتو بيتي بتعرفي تتكلمي واتهددي كمان طب يروعك بقى لانا هروح لمروان فعلا بس عشان اقوله على حاجة واحدة بس اخلصوا نولوني الولاة عايز اولا عرمط حالها متجول كريمة وبناتها اللي عاديين في بيته متمرمغين في عزه وبنتها اللي هي امراضه اللي كل ما يشوفها قلبه يرفرف من جوا كده طب هي اللي قتلت فريدة امراضه سدج انك عايز حش رجبتك وجص لسانك قصم بالله هو ده اللي حصل لا ومش كده وبس ده فيه انقح بيت اللي اسمعها سيناء اللي برميها في السجن دي والولياء اللي اسمعها زينات اللي نظرها راح الكريمة هي اللي منتفق معاهم على خطف ابن حسن فانا هواديكو كلكو في داية واعلا هنراح فيه رايح اقلب الدنيا على راسك وراس عيلتك واحد واحد ما كل واحد لازم يعرف حقيقته انتو فاكرينها ايه سايبة؟ انت فاكرة يا بيت ان انا هتجيت منك من شوية ولا تكونيش فاكرة ان ارجعتلي الغصب عني انا ارجعتلك عشان حاجة واحدة بس اللي في بطنك انما العيلة دينا ما يشرفنيش اقعد فيها يوم واحد بس انت الغل والحقد والطمع عليك الغل والحقد دينا اتعلمتهم منكو ده انتو معلمين شاكراتي لوحدك قلتباتي معاك مالكو متعركين ولاي؟ مفيش ياما بس فاتحي دماغه جايباش مال ومحتاج عدلة ما هو طول عمره دماغه شمال بلك انت بعد عملتك وجوازك من مفيدة كان لك شجاعات في البلد بس احنا قلنا معلش عشان خطر البت الغلبانة داي وغمضنا عنه هنا اوه وبعتارها هتغمض يعنيك برضو لما تعرف اني كريمة هي اللي قاتلت فريدة وابنها كلام اللي بتقول له ده يخري ببيوت واضطير فيه رجاب انت شايف الدنيا مش ناكسا موهانا مش هسيب مروان كده على عمان الراجل لازم يعرف لازم يرتاح الراجل من ساعة ما امراته ما ماتت وهو هيموت عايز يعرف مين اللي قتلها وقتله مش هيسدجك عشان مروان عاجل اهدى يا فتحي ده اللي بيلاجي حيط الدريه بيقول الحمد لله يا راجل ده انت عايش وسط اكبر عيلة في البلد وعشان اكبر عيلة في البلد ما ينفعش كبيرها يفضل كده على عمان وعشان انت تمان تعرف ان انت متجوزة انضف واحد في العيلة دي انت واحد بالعيلة دي فتحي عيب يعني لو عينك شافت الحاجة عفشة تدور والشك وتعمل روحك مش شايف ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ كل واحد في العيلة دي لازم يعرف حاجة وانا مش هقول حاجة غلط لا سامح الله انا اقول اللي شفته مش هتجيبها البر هو مين ده اللي مش هيجيبها البر؟ يعني اللي بيقوله ده؟ صح يا أمه؟ أيوة صح، انت لسه بتسألي حصل وشفته بإعناقية يا موري، ده لو مروان عارف مش بعيد يكتلها يا عددتين اللي حطة على دماغنا انت تسكت خالص، وتكفي الخشمك لا مش هسكت، انا بقى عايز مروان يقتلها ويخش السجن، ويتعلق لكو كده على حبل المشنقة عشان الكبير اللي انتم صدقيننا بيه ده، تشوفوه جسة قدامكو كده انت مش هتطلع من هنا يا فاتح بيدي عني يا بيت بدل ما خلص عليك وماش حزينك فاتح ايه؟ الكلام أخدوا عطى حبيبي لا عطى بقى والعطية الكلام خلص خلاص